موسيقى مشكرين على الجهود المبذولي الجمعي والمملكي المغربي وتوجهاتهم واستقبالاتهم وجهودهم الرامي والسامي لاستقبال ودعمهم الراعي والسامي لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني بشكل عام وأبناء وشعب القدس بشكل خاص مشكرين وجزاهم الله كل خير وإلى الأمام ومسيري متقدمي ومسيري مشكورة بجهودها الجبارة العظيمة في القدس جزاهم الله كل خير وتوج هذا المخيم استقبال الأميرة حسناء لهم في القصر في الرباط في القصر الملكي في الرباط يتخيل طفل لما بيقابل أمير أو ملك قديش هذا الحدث مش راح ينسى طول عمره ورح ضل مزروع في رأسه فبالإضافة إلى المهارات اللي بيكتسبها بالمخيم وتقوية شخصيته أيضا بأهميته بحيث بوجود لما ينطقي أمير مغرب شخصية عامة نشكر وكالة بيت ميل كوتس ونشكر أيضا جلالة الملك محمد السادس على هذه الاستضافة الكريمة إلى المملكة المغربية التي تأتي في خضم هذه المعركة التي تخوضها المدينة المقدسة وخاصة الهجمة الشرسة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد المناهج الفلسطينية وضد الأطفال في مدينة القدس هذا الاستقبال التي كان بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس سعدنا بسعادة أبنائنا وبناتنا للاستقبال الحافل ولما حظوا به من كرم وحسن استقبال من الأميرة للا حسناء صاحبة السمو الملكي نحن نشعر بفخر كبير وبامتنان كبير للكرم والعناية الفائقة التي يليها جلالة الملك محمد السادس لأبنائنا وبناتنا ويوليها للقدس الشريف كما نشر بالامتنان لوكالة بيتمال القدس اشتركوا في القناة